السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد سوف نشارك معكم في طريقة تحضير غريبة بكل أسرارها أول حاجة سوف نبدأ بالمقادر سوف نحتاج نصف وطة زبدة فيها تقريبا 200 جرام سوف تستعملون بـ 100 جرام سوف نحتاج جوج خمارات خميرة فورية سوف نحتاج طحين على حسب المقادر سوف نحتاج قبصة الخميرة حبيبات لوزلة زين نصف كأس إلا ربع الزنجلان واللوز والكوك محمر ومتحون سوف نحتاج قبصة الملح زيت نباتية كأس زيت نباتية مع مرش وكأس سكر ثانية أول حاجة سوف نبدأ بقبصة الملح سوف نضيف لها نصف البواطن سوف نضيف زبدة نصف البواطن زبدة اللي توفر عندكم نباتية والحيوانية ولكن من الأحسن تكون نوعية جيدة باش تعطيكم اللدة لحلوة ديالكم باش ما استعملتوا زبدة نوعية جيدة باش ما تكون الحلوة لديدة سوف نستعملوا كأس سكر ثانية كيف ماشرتوا معايا حجم ديال الكأس الزيت كأس العنبات تقريبا بالنسبة للزبدة تكون بحرارة المطبخ يعني ما تكونش باردة بزاف وحنا هي كنحركوها مع السكر ثانية كندمجو العناصر حرارة ديال ليد ديالنا يعني كنعطيوها تدوب معنا بكل سهولة غني نضيفوه من بعد كأس ديال الزيت كيف ماشرتوا معايا وغني نستمر في التحريك حتى تندمج معايا العناصر جيدا يعني هاد المراحل اللولة ديال الحلوة ضرورية يعني انكم تستعملوا هاد الطريقة نستعمل طريقة بريد ديالي يعني الحلوة ما عنداش طريقة باش غادي تخدميها إلا ما خدمتياش بيدك بهذه الطريقة يعني ضروري انك تدمجي العناصر بيديك وحتى كتدوب معاك دك سكرسان يدم زيان يدوب ويندمج معاك تكتحسيبه داب داب يعني كتبقى الحرارة ديال ليد ديالك ركتدوبه وكيندمجوا بزيان العناصر مع بعضياتهم بهذا الشكل كيف ماشرتوا معايا يعني هاد المرحلة ضروري تستعملوها بحال هكا غنستمر انا في التحريك حتى تندمج معايا العناصر جيدا وانا حاولت انني منقطع لكم حتى مرحلة خصوصا للناس اللي غادي يكونوا اول مرة غادي يشربوا هاد طريقة ولأول مرة غادي يصيبوا معا الغريبة بهذا الشكل كين البنيات الصغار اللي كي بغيوا حتى هما يدخلوا الكوزينة ويجربوا حليوات ويجربوا حتى يتعلموا كل شيء يعني الحاجات كيف ما كنقولو لما نفعت ما غادي يضبر غنستمر مرة كيف ماشرتوا ركتد بقى غادي وكتختار معايا كيف ماشرتوا هانتو مرة كتولي اه تقيلة محضة كي كتحركي ومحضة كي كتسامحة العناصر كي ندمجوا مع بعضياتهم كتشكله بحالا كيشكلوا شي فوقعات هكا بعد غنين نضيف كأس ديال اللوز مع مرشرة كأس الا ربع ديال اللوز اللي حمرتو وتحنتو من قبل غالين نضيفو كأس ديال زنجلان اللي حتى هو حمرتو وتحنتو حتى هو شوية بالنسبة الهنا عدنا الكوك الكوك اللي حمرتو من قبل هذا هو السر ديال نجاح هاد الوصفة لانه كيجمعها ويعطيها واحد ديال ماداق اللي لديد ورائع وزع ما الصراحة هالطريقة اللي جربتها كتنجح معايا الغريبة مئة في المئة يعني الكوك كتتحمره وكتبقى عليه بشوية عندك تتحرق ليك لانه باش ميعتك شديك المرورة خاص تحمروه يكون كيف مشوتو اللون ديالو وكيجيب حلو نزل جنا شوية صافي وكتتتعملوه غالين نجو العناصر مع بعضياتهم كيف مشوتو معايا كاملين وعندكم تنسو قبصات الملح اللي درت انا في اللول يعني من الاحسن انكم تنسوهاش لان كل حاجة عندها دور في الحلوة يعني بدنا مرس كتتنقصي عنصر واحد ولا كتزيدي عنصر واحد ما كتتصدقش معاك يا اما كتشتس يا اما كتتبقى مجموعه يا اما كتتقصح سوف نضيف الطحين الطحين كيف ما كتلكم ما اعطيتكم شن العبارة للطحين لان الطحين على حساب المقادير وعلى حساب الطحين كيفاش داير الطحين اللي يضغيه يشرب وكيف يشرب الطحين اللي كاذا تستعملي كمية شوية كثيرة على العادة يعني هنا يا تقريبا راستعملت جوج كيسان ديال الطحين اربع يعني غالين بقى انا يكن دمج العناصر هانتو مشتورة بقى شوية جري معي ولكن وخاها كاك انا كنبقى يدي ما كان قولك عيني ميزاني انا هنا يدي ميزاني يعني كنشوف على حساب يدي كتعطيني وشك مقدر نزيد ولا ما نقدرش نزيد الطحين كيف مما ضروري يكون مغربل من قبل غالين غالين نضيف كمية ديال الطحين باش نزيد واحد كمية ديال الطحين وغالين نضيف لها الخميرة حبيبات را شوشتو هنا يا غي قبصة ديال الخميرة قبصة يعني ما تكتروهاش غالين نضيف جوج خمارات خميرة فورية غالين نغرب لها حتى هي وغالين نضيفها المقادر كيف ماشروا معايا يعني مزيان انكم تغربلو ولا الطحين ولا هدا كي يسهل عليكم عملية ديال ديال دمج العناصر هنا غالين ندمجتني العناصر مع بعضياتهم كاملين وكيف مكتلكم هنا غالين نكتافي بهذا القدرة تقريبا جوج كيسان اربع ديال ولا جوج كيسان ونص ديال الطحين وكم بقان نحرك حتى كتندامج معايا العناصر كيف ماشروا معايا هي بدات كتعقاد يديكم بعد المرة تركتكم كيف مكتلكم عينيكم ميزانكم يعني على حسب نتيا كتحركي وانتيا كتحسي بها انها جمعات وكين طحين كيف مكتلكم مع المدة كيشرب يعني خليوها شوية تكون نرطيطبة انا غالين كتدلكيها مزيان حتى كتندامج العناصر مع بعضياتها مزيان هانتو ما كيف ماشروا معي را كنحاول اناني ندلكها رب حالا كتدلكي نيت باش كتدخل دو كل القوام كله كيدخل مع بعضياتو كيندامج هانتو ما كيف ماشروا شوشتو القوام ديالها كيفاش دير انا را كنوريكم كيفاش شكل ديالها رب قطر طيطبة هنا من بعد غالين نشكلها كويرات كان ناخد الكيمية لقياس اللي بغيتو انتو ما الحجم على حسب انتو ما ليش بغيتو الحجم اختياري لكم بغيتو كبروها بغيتو صغروها شوفو انتو ما اللي ناسبكم كان شكلها بنيد ديال لذاك شكله من بعد كان نغرس في هادو كل الويزات هاكا وكان حاول نغرسهم مزيان باش ما يتزولوش من بعد من ينطيب هانتو مرة كان ناخد الرأس هو اللي كان ندخلو الداخل وكيبقى الشكل ديالها كيجيزوين ورائع كيف مشتو معي نغاني نوريكم الطريقة للمبتدئات اللي معمرها شكلتها هانتو ما كان ناخدو القياس ديال ديال الحشوة اللي بغينا نسميها حشوة وخايا ما ندخلوها بتاعجر مهم هناخدو الكمية اللي مناسبة لنا اللي غادي تعطينا القياس اللي بغينا كان نكوروها هكا في دينا كيف ما غادي بحاكي كان ناكلو كسكسو في هذك الطريقة غالين غالين ندخلوها في الراحة ديال يدينا يعني وصей دينا وليد الاخراع Brooks كيفاش كدير الصبع ديالها يعني كتحاول انها بحالة كتميلوا شوية هاي وراتكم الطريقة وكتشكلوها بين فراحة ديالي يديكم ومن بعد كتديروا واحد الكيمية ومن بعد كتتوضعوا فيها الرأس ديال الوزار اللي كتحاولوا تدخلوها مزيان باش ما تمشي معها معكم الطريقة كيفاشو معايا انتما وصيد ديكم كتش ارطي واحد الشكل بحال هارمي إذا جشتوها انتما بحال شكل هارم وانتما كيف مشتورة زيما الصراحة طريقة سهلة وبسيطة يعني في متناول الجامع يعني ما كتحتاجي هاد الحلوة ما كتحتاجي على طابع لاتها حاجة يعني غاب يديك ومو كوي ناس بسيطة اللي تقدر توفر في أي منزل غتصايب حلوة خصوصا احنا كنبغو نصايبوا اعساي ضروري وذك مرة العاصر كنبغو نشربوا ذك كويستاي بالحلوات وبهذا المغاربة معروفين هكا ولا جوا عندك الضياف زيما الصراحة كتفتكيك ديك الحلوة إلا كانت عندك في الدار صراحة ضرورية في كل منزل غنستمر أنا بنفس الطريقة حتى نكمل كمية كاملها اني عندي ونعمر الطوادية لي تقريبا ركا تخرج كمية لا بأسة بها من غريبة حاولت أنني ما نقطع لكم حتى مرحلة ووخاكا نعود المراحل زيما كيتحشوفوا أن الطريقة كتتعود مرة وجوجود لازا باش ما تحتاجوش أنكم قاعد تقطعوا ولا ترجعي لا بغيت تستمرين ونتي ياخد دام ونتي كتفرجي يعني ما غديش تلقي مشكل يعني غتستمرين وكيف ما قلت لكم غنكمل كمية كاملها ديال الحلوة ديالي بالنسبة لدرجة الحرارة ديال الفورن الفورن ديرو على درجة حرارة مهيلة الفورن كتتسخنوه من قبل ولكن ما يكونش سخون بزاذ باش ما تشتشريكم الحلوة وفي نفس الوقت مني كتدخلو للحلوة كتكون على درجة مهيلة يعني بحكي كتطيب يلقيكا ما كتحليش الفران كتخليها واحد الموداعد كتحلي الفران باش شوفيها واشطرد حي تضمنك ديك الحلو سدة كتطفيها يعني ما كتفقاش تشقق معك يعني من الأحسن أن الفران ديالكم إلا كان ديال الضولة ديال البطاعة لحسب اللي عندكم ها ديال طريقة ديالها الحلوة ديال الغريبة كتبغي أنها تكون الحرارة تكون شوية مهيلة بحال شكل ديال طيب ديال الكيكا دراجة ديال الحرارة ديال الفرن ما تكونش من اللول مجهدة باش ماشي طفيها ديالكم وفي نفس الوقت كيف ما كتلكم إلا مشيتوا دخلتوا الطاوات ديالكم ما تقوش حلو تسدو كل مرة لأنه دك ما كتشققش ما كتشققش الحلوة معاكم كيف ما الكيكي لحليتا إلى مرة وجوج راكت كتطفة يعني ما كتنفخش غنستمر أنا كيف ما كتلكم بنفس الطريقة حتى نكمل الكمية كاملها ديال الحلوة ونتمنى هاد هاد الطريقة وهاد المراحيل زع ما يكونوا نفعوكم وتكونوا زع ما استفتوا من من كل المعلومة عتتها لكم وكيف ما كتلكم سر أسرة ديال هاد الحلوة هو الكوك اللي قضي فيه للمقادر اللي قتلكم من قبل هانتما مني خرجت الحلوة الغريبة ديالي هانتما شوشتو تبارك الله مشققها وماء وهشيشة ومعلكة في نفس الوقت يعني ما شي كتجي كديك الناشفة كتجيك معلكة وهشيشة في نفس الوقت شاركت معاكم طريقتي في تحضير الحلوة ديال غريبة باللوس صراحة كتجي كيف مكتلكم لديدة وذاك الكوك كيعطيها واحد المدق رائع وليد وكيعطيها واحد نكهة خاصة صراحة وهو المفيد انه كيخليها ديك مفرقة وفي نفس الوقت مجموعة يعني ما كتجيش ديك مشتتالي كتفرسة تضغياء وذاك شي الفكر اللي بغيت نشارك معاكم اني هانتو ما اهنا يدرتها في هاد الابواط بحال مثلا اني لكنتو غادين عند شي ناس بغيتو تديروها في يديكم بحال لها كاضو وليش حاجة بغيتو تزوها في يديكم يعني مزيانة كفكرة بغيت نشاركها معاكم يعني منيك تكون عندك غادية عند شي حد وما عندك ما تبدي في يديك يعني كبنك انك توجدي هاد الحلوة وتقديها في بواطة وتزينيها وعلاش الله تشاركيها حتى مع الناس اللي كتعرفي ما بقى ليه إلا نقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله كنتمنى لكم أتمنى هدو وصفة تنال إعجابكم وطرقتي تكون نجحة معكم السلام عليكم إلى اللقاء في فيديو جديد